مرحبا، شكرا ومتابعتكم تيك ميشن اليوم الحلقة 15 من موسوعة الفيديو فيديو بيديا وبهاي الحلقة رح نبدأ بسلسلة من الثلاث فيديوهات عن موضوعه كتير مهم هو موضوع الإضاءة اليوم رح نحكي عن أساسيات الإضاءة أو اللي بنسميه مثلث الإضاءة ورح نحكي عن هالموضوع من وجهة نظر الفيديو تحديدا وعن تأثير كل واحدة من مكونات مثلث الإضاءة على مظهر الفيديو وجودته بالحلقة القادمة رح نحكي عن أساسيات الإضاءة بالستوديو ومفهوم الإضاءة الثلاثية وكيف منوصل لأفضل إضاءة بالستوديو سواء التقديم حلقة مثل هي هلأ أو لاستضافة حدا بمقابلة بالفيديو الثالث من سلسلة الإضاءة رح نحكي عن تطبيقات العملية لموضوع الإضاءة بالتصوير الخارجي وبالتصوير الداخلي وطريقة الاستفادة الأفضل من كل وضعية وكل إعداد من إعدادات الإضاءة بخدمة جودة الفيديو والمظهر اللي حابين نعطيه للفيديو تبعنا قبل ما أبدأ اسمحوا لي أني وجه شكر كتير كبير لنيكون الشرق الأوسط على دعمه لسلسلة موسوعة الفيديو هذا الدعم اللي بيخليني قادر أنه أدملكم هالمعلمات المهمة كلها شكراً نيكون وكمان قبل ما أبدأ بحب أدعيكم أنكم تحضروا الحلقات السابقة كلها من سلسلة موسوعة الفيديو وفيديو بيديا هاي إذا كنتوا لسا ما حضرتوا الروابط كلها بالشرح تحت تابونا فإذن بحلقة اليوم رح نحكي عن مثلث الإضاءة وتأثير كل واحد من مكويناته على الفيديو بس قبل ما ندخل بالموضوع في نقطة مهمة حابيني أحكيها لأن بتساعدكم إذا كنتوا عم تقرؤوا عن هذا الموضوع بالإنجليزي تحديداً بالعربي ما في عنا فرق بمصطلحات التصوير بين تصوير الفيديو وتصوير الفوتو في عنا فتحة العدسة في عنا سرعة التصوير وفي عنا الحساسية بالإنجليزي هدول المصطلحات بيختلفوا تماماً بين الفوتو والفيديو وخلوني وضح لكم كيف فتحة العدسة بالفوتو بالفيديو الرقم اللي بيدل على فتحة التصوير فتحة العدسة بالفوتو بالفيديو بالفيديو سرعة التصوير بالفوتو بالفيديو الحساسية بالفوتو بالفيديو عم خبركم هاي المصطلحات منشان إذا قرأتوها بشي مكان تعرفوها وكمان إذا أنا ذكرتها هون بالفيديو ما تستغربوه وهلأ بنرجع لموضوع الفيديو الإضاءة مثل ما بتعرفو مثلث الإضاءة أو مثل ما بيسموه اليوتيوبرز العرب أحياناً مثلث التعريض بيتألس من ثلاث عناصر بتأثر على الإضاءة بالفيديو تبعنا العنصر الأول هو فتحة العدسة أو أبرتشر أو إيرس العنصر الثاني سرعة التصوير أو شتر سبيد أو شتر أنجل العنصر الثالث هو الحساسية أو إيس أو أو جين الإضاءة المثالية هي الإضاءة اللي بتنتج عن تطبيق أفضل إعدادات بكل واحدة من هدول العناصر وطبعاً أفضل الإعدادات هي مو شي ثابت هي شي بيختلف على حسب الحالة على حسب الإضاءة الخارجية على حسب شو عم نستخدم كإضاءة داخلية وعلى حسب الشي اللي نحن عم نصوره والمظهر النهائي اللي بدنا هي للفيديو تبعنا قبل ما نشرح الإعداد المناسب لكل واحدة من هالعناصر رح أطلب منكم إنكم تمسكوا كاميراتكم وتتأكدوا إنكم عم تصوروا فيديو هذا رقم واحد وما فوتو وبعدين تتأكدوا إنكم بتعرفوا وين بتغيروا كل عنصر من هدول العناصر بالنسبة للكاميرا اللي بيأيدي هي نيكون Z6 II أنا بغير فتحة العدسة من هون والشتر سبيد من هون والحساسية لا يسعو أو الجين من هون هاد الشي بيختلف طبعا حسب الكاميرا اللي معكم لهيك بدي إياكم بتأكدوا إنكم بتعرفوا كل إعداد من هدول الإعدادات من وين بيتغير قبل ما تبدو بالفيديو خلنا نبدأ مع سرعة التصوير الشتر سبيد لأنه سهلة وبسيطة في قاعدة ثابتة بالفيديو الشتر سبيد لازم يكون ضعف معدل الإطارات بس هيك طبعا هاي القاعدة مو قاعدة لا تقبل الاستثناء في استثناءات أحيانا بس أفضل حالة ممكنة هي لما بيكون الشتر سبيد هو ضعف لفريم ريت أو معدل الإطارات يعني إذا عمصور 25 إطار بالثانية الشتر سبيد بيكون 1 على 50 50 هي ضعف ل25 إذا عمصور 50 إطار بالثانية الشتر سبيد بيكون 1 على 100 إذا عمصور 100 إطار بالثانية الشتر سبيد بيكون 1 على 200 وهكذا طيب شو بيصير إذا كنت عمصور 24 إطار بالثانية وما عندي 1 على 48 بالكاميرا شو بعمل؟ ببساطة بصور 1 على 50 مثل ما قلت لكم هاي القاعدة مانا مطلقة وفرق صغير مثل الفرق بين 41-41-51 ما حيعمل هالتأثير الكبير أبدا طيب هاي القاعدة شو الهدف منها ببساطة الهدف منها انه نشوف الحركة الطبيعية بالفيديو الشتر سبيد لما بيكون ضعف معدل الإطارات بيعطينا غباش الحركة أو الموشن بلور الطبيعي اللي بتشوفه العين المجردة بالحياة الطبيعية رح أعطيكم هالمثال هذا المثال أنا مصوره مع معدل إطارات 25 إطار بالثانية وسرعة شتر 1-50 شوفوا حركة الإيدام وشوفوا الغباش بالحركة واللي هو بتشوفه العين المجردة بالحياة الطبيعية وإذا حابينكم تتأكدوا وقفوا الفيديو هلا بهي الثانية وجربواه بأنفسكم قدام عيونكم شفتوا الغباش كيف بالعين المجردة هذا هو اللي عم يعطينا قاعدة شتر سبيد ضعف معدل إطارات هون في عنا نفس اللقطة مع 15 إطار بالثانية بس هالمرة مع شتر سبيد 1-200 شوفوا كيف صارت الحركة من دون غباش وهالشي ما بيظهر طبيعي نهائيا بس طبعا لكل قاعدة استثناء ومرات منضطر نغير شتر سبيد لظروف معينة أحيانا لما منصور بالدرون أحيانا لما منصور الرياضات بس هذا الشي كلاته مجرد استثناء فإذا لحتى نختم هاي الفقرة شتر سبيد بيكون ضعف معدل إطارات أثناء تصوير الفيديو نقطة وهلأ نرجع لفتحة العدسة وخلونا نتذكر اسمها بالتصوير الضوئي Aperture وبالفيديو Iris فتحة العدسة إعدادة كتير كتير مهم بتصوير الفيديو لأنه تأثيرها ما بيقتصر على الإضاءة هي طبعا عنصر كتير مهم بالإضاءة بس كمان بتأثر على شيء اسمه عمق الحقل واللي بيأثر على مظهر الفيديو جدا خلونا بالأول نحكي عن التأثير على الإضاءة وهذا التأثير كتير بسيط وسهل لنفهمه ونتحكم بفتحة العدسة من خلال شيء اسمه الدايافرام الدايافرام هو عبارة عن حلقة مكونة من شفرات مصوفة بطريقة خاصة بحيث تترك فتحة دائرية بالمنتصف هالفتحة تتغير بين فتحة واسعة مثل هون وفتحة دايقة مثل هون بطبيعة الحال لما بتكون الفتحة واسعة بيكون الضوء اللي عم بيمر عن طريق هالفتحة أكثر وبالتالي الإضاءة أعلى وبالعكس لما بتكون فتحة العدسة أدية بتكون كمية الضوء اللي ما رأى فيها أقل وبالتالي الإضاءة أقل فإذن المسألة كتير بسيطة بهذا المجال بالتحديد فتحة عدسة أوسع إضاءة أعلى فتحة عدسة أدية إضاءة أقل نقطة مهمة بالعدسات اللي قدامكن الرقم اللي بمثل فتحة العدسة أو الـ F-STOP بتناسب عكساً مع فتحة العدسة ذات نفسها يعني الـ F11 أدية من الـ F2.8 والـ F2.8 أدية من الـ F1.4 وهكذا ليش هيك؟ هيقصة طويلة ممكن نحكيها بفيديو تاني لكن طبعاً القصة مو بها البساطة بالنسبة لفتحة العدسة مهم مجرد أنه وسعناها أو ضيقناها لأنه تغيير فتحة العدسة بأثر على جانب مهم جداً بالفيديو مثل ما قلت لكم اللي هو عمق الحقل عمق الحقل بيعني المستوى اللي رح يكون بالفوكس بالصورة أو بالفيديو لح توضح لكم ياها تماماً رح صور لكم مشهد من فوق هلأ عم نصور بفتحة العدسة 11 وبتشوفوا كيف في جزء كبير من المشهد أو تقريباً كل المشهد بالفوكس عملياً من هون لهون كلهم بالفوكس هلأ منوسع فتحة العدسة لـ 2.8 ومنشوف بشكل واضح أنه مساحة المشهد اللي بالفوكس صارت أصغر بصورة دقيقة صارت من هون لهون الباقي كلياته برّ الفوكس إذا نزلنا فتحة العدسة لـ 1.8 لسه بتصغر المساحة اللي ضمن الفوكس وبتصير من هون لهون نقطة مهمة لازم نحكيها أنه عمق الحقل بيكون من أول نقطة بالفوكس لآخر نقطة بالفوكس ما بيكون من عند الكاميرا لآخر نقطة بالفوكس يعني إذا عندي حقل تركيز كتير صغير ممكن هالحقل يبدأ من هون لهون مثل هيك وممكن نفس الحقل بنفس فتحة العدسة نحركه ليصير أبعاد ويصير من هون لهون هيك بيصير اللي قبل الحقل خارج الفوكس واللي بعد الحقل خارج الفوكس مثل ما شايفين هاي المساحة اللي ضمن الفوكس اسمها حقل التركيز أو الحقل أو الفيلد عمق الحقل أو depth of field بيعني قديش هاي عريضة هاي عمق حقل صغير وهاي عمق حقل كبير التطبيق العملي هو مظهر الفيديو إذا كانت العدسة دهيئة عمق الحقل بيكون أكبر وبيكون كل شي بالمشهد بالفوكس وما في عنا عزل للخلفية وهالشي إلو تطبيقات عملية كتير طبعا وبيستخدم بكتير حالات بتصوير الفيديو مثل الفلوغات على سبيل المثال لما أنت بالصورة بس حابب أنه الناس تشوف شو في وراك لتعرف وين أنت وشو المشهد اللي عم تحكي عنه بهالحالة بتستخدم فتحة عدسة عالية أما إذا كانت فتحة العدسة أوسع بيكون عمق الحقل أقل وبيكون موضوع التصوير طبعنا بالفوكس أما الباقي فهو خارج الفوكس اللي هو منسميه عزل للخلفية وعزل لكل شيء أقرب من الحقل أيضا اللي منسميه فور جراوند يعني هذا الشيء بيعطينا إمكانيات مبدعة بالتحكم بجمالية المشهد وكمان بيعطينا تأثيرات سينمائية بشيء منسميه الفوكس بول يعني أنه نكونوا مركزين على شيء بالمشهد وبعدين ننقل التركيز مباشرة على شيء تاني تماما ونسحب اهتمام المشاهد من شيء لشيء من دون ما نحرك الكاميرا أبدا طيب منرجع من التذكر أنه فتحة العدسة عندها دورين مش دور واحد الأول هو الإضاءة والثاني هو عمق الحقل فتحة أوسع إضاءة أعلى عمق حقل أقل طيب شو بيصير إذا أنا حبيت أني أخذ عمق حقل أقل ليكون عندي مظهر سينمائي أو حتى أعزل خلفية بس أنا عم صور بإضاءة الشمس برا وسرعة التصوير مثل ما حكينا قبل شوي واحد على خمسين لأني عم صور 25 إطار بالثانية وبالتالي مضطر أني خلي فتحة العدسة أدياء لحتى صليح الإضاءة شو بعمل بهيك حالة كيف فيني أخذ عمق الحقل اللي أنا بدي إياه مشان نظرتي الإبداعية بهذا الفيديو منذ ما أخرب الإضاءة هون بيجي دور الفلاتر هذا الشيء اسمه MD Filter هذا مثل نظارة شمسية منلبسها للعدسة لحتى نقلل الإضاءة اللي داخلة عليها بهالحالة بنقدر نخلي فتحة العدسة واسعة حتى نحصل على عمق الحقل الأصغر اللي بيعطينا العزل الجميل للخلفية رح يكون في درس كامل نحكي فيه عن الفلاتر وأنواعها واستخداماتها فانتظروه وما تنسوه فإذا لحتى نختم هاي الفقرة كل ما كانت فتحة العدسة أوسع كل ما كانت الإضاءة أعلى وكل ما كان عمق الحقل أصغر والعزل أكبر إذا الإضاءة ما بتساعد لحتى ناخد هالعزل استخدموا MD Filter وهلأ منجي على ثالث عنصر وحقيقة أسهل عنصر بمثلث الإضاءة حساسية الكاميرا كمان مرة لحتى نتذكر بالصور اسمه ISO بالفيديو اسمه Gain أنا هلأ رح استخدم ISO لأنه هو المكتوب على الكاميرات اللي بين إيديكن هلأ منشان التسهيل الحساسية أو ISO مسألة كتير مهمة بس كتير بسيطة هي عبارة عن رقم هون بكاميرا Nikon Z6 II هي من 100 ل 51200 ممكن كمان نستخدم الموسع من 50 ل 2800 بس ما بنصح أبدا بيكون تستخدموا الموسع ببساطة كل ما طلع الرقم اللي بيمثل ISO كل ما كانت الإضاءة أعلى وبنفس الوقت كل ما كان النويز أو الضجيج أعلى إذا حابين تطلعوا أكتر على ليش بيصير فيه نويز بدي ترجعوا للفيديو اللي عملنا لكم يا بسلسة موسوعة الفيديو هون عن هذا الموضوع وبتلاقي الرابط فوق وبالشرح تحت والقاعدة بسيطة أيضا استخدم دوما أصغر رقم ISO بتقدر تصور فيه بالإضاءة اللي أنت بدك إياها الرقم المثالي هو دوما 100 ببساطة منحط الشتر السبيدي اللي بيناسب معدل إطارات يعني 1 على 50 إذا عم نصور 25 إطار بالثانية منختار فتحت العدسة المناسبة للمشهد ومنحط ISO 100 إذا كان عتمي منظل نرفع خطوة خطوة وبحرص لحتى نوصل لأصغر رقم بيعطينا الإضاءة اللي بدنا إياها بها البساطة وهيك منكون شرحنا علميا وتقنيا شو هو مثلث الإضاءة أو مثلث التعريض والإعدادات الأفضل لكل عنصر منه شكرا لمتابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد بالنسبة لكم ما تنسوش تركوا بالقناة وتتابعواني على إنستجرام وأنا بشوفكم بالفيديو القادم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة